السلام عليكم لا تكثر من تناول البطيخ صيفا قد يكون مميتة في هذه الحالة لا يوجد شيء يماثل لانتعاشة التي يشعر بها شخص عند تناول قدم من البطيخ في يوم حار فالفاكهات التي تتكون من 92% يعتقد الكثيرون ان تناول جرعات زائدة منها قد لا يماثل اي تهديد ولكن هذا ليس صحيحا على الرغم من ان العديد من الدراسات اثبتت الفوائد الصحيات الجمة التي تتمتع بها فاكهة البطيخ للاطفال والبالغين على حد سواء الا ان هناك دراسة اخرى اوضحت ان تناول كميات كبيرة من تلك الفاكهة التي تنتشر في فصل الصيف قد يكون مميتة في بعض الحالات تبحث سلسلة جديدة من دراسات الحالة كيف يمكن للبطيخ المفضل عند الكثيرين ان يسبب مشاكل تهديد حياة شخص اذ كشفت مجموعة من ثلاثة دراسة حالة مشرت مؤخرا في مجلة اميلزوف انترني المدسين ان البطيخ يحتوي على كمية مذهلة من البوتاسيوم في العادة لا يسبب هذا مشكلة لكنه من الممكن ان يكون ضارا للاشخاص الذين يعانون من مرض الكول المزمن ومرض الكول المزمن هو مرض يشير الى جميع الحالات التي تؤثر على قدرة الكول على تصفية الدم وازالة الفضلات لماذا يعتبر ارتفاع البوتاسيوم ضروري للعمل الطبيعي لجميع الخلايا فهو ينظم ضربات القلب ويضمن انقباض العضلات وعمل الاعصاب بشكل صحيح وينظم مستويات السوائل داخل الخلايا يتراوح مستوى البوتاسيوم النموذجي في الدم للبالغين بين 3.6 و 5.2 مليا مول لكل لتر ويعتبر مستوى البوتاسيوم اقل من 3.5 لتر منخفضة نقص بوتاسيوم الدم واعلى من 5.5 لتر فرط بوتاسيوم الدم عادة ما يكون فرط بوتاسيوم الدم الخفيف بدون اعراض ويمكن أن تنتج مستويات البوتاسيوم التي تتروح بين 6.5 إلى 7 لترات أعراض مثل اضطرابات ضربات القلب بما في ذلك توقف الانقباض وهو عندما يفشل النظام الكهربائي للقلب أو الخطوط المسطحة وكذلك ضعف العضلات أو الشلل لكن الأشخاص الذين يعانون من فرط بوتاسيوم الدم الطويل الأمد أو المزمن مثل المصابين بمرض الكل المزمن قد لا تظهر عليهم الأعراض عند ارتفاع مستويات البوتاسيوم وبالنسبة لهم زيادة تناول البوتاسيوم من الطعام يمكن أن ترفع البوتاسيوم إلى مستوى خطير وفي الحالات التي تمت عليها الدراسة أصيب ثلاث مرضى يعانون من أحد أشكال مرض الكل المزمن بفرت بوتاسيوم الدم بعد تناول كميات كبيرة من البطيخ على مدى فترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهرين وتكمن الخطورة في أن الأشخاص الذين يعانون من فرط بوتاسيوم الدم الطويل الأمد أو المزمن مثل المصابين بمرض الكل المزمن يمكن أن لا تظهر عليهم الأعراض عند ارتفاع مستويات البوتاسيوم وبالتالي يمكن أن تصل إلى مستويات خطيرة وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم من أجسب أن تكون قد نال جيد برچ الأمدين